كما قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك نعم قوله يسلم عن يمينه يبدأ بالسلام عن اليمين في الابتداء والالتفات معا وقوله السلام عليكم ورحمة الله يجب الاتيان بالجملتين السلام عليكم ورحمة الله معا واجب كلا الجملتين والنقص منها غير مجزئ عندهم إلا في صلاة الجنازة والزيادة عليها بوبركاته يقولون الأولى تركها لأن هذه الزيادة غير ثابتة بل إن الكتاب الذي ورد في سن نبي داود في بعض النسخة موجودة فدل على أنها فيها ضعف شديد فالأولى تركها وقول المصنف عن يساره كذلك أي يسلم عن يساره في الالتفات والتلفظ كذلك ويبدأ التلفظ من أول الالتفات إلى منتهى فيكون ابتداءه وهو مستقبل القبلة وينتهي بالتلفظ عند أقصى يمينه أو شماله هنا بس فائدة خارج عن كلام المصنف قول المصنف كذلك يعني أنه يكون في صفته إلا في مسألة واحدة يفترق اليمين عن الشمال وهو أنه استحب في الشمال أن يلتفت أكثر وقد جاء فيه حديث مرفوع ولا يثبت وصحح البخاري كما نقله الترمذي في العلال الكبير أنه موقوف على الصحابة أظنه عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت يمينه التفت حتى يظهر بياض خده الأيمن وإذا التفت عن شماله التفت حتى ظهر بياض خده الأيمن الأيسر والأيمن معه مما يدل على أنه إذا التفت في يساره فيستحب أن يزيد في الالتفات نظرا ووجها